يتوصل توافد المصريين والسودانيين ورعاية دول الأخرى عبر معبري أرقين وقسطل للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل أهلا بك محمود من ميناء بوسمبل النهرية صف لنا الأوضاع اليوم نعم بعد التحية هناك ثلاث نقاط جديدة نتحدث عنها في هذه الخدمة الإخبارية أولى هذه النقاط البيان الأخيرة الذي أعلنته محافظة أسوان والذي جاء به عدد من الأرقام الهامة التي توضح الجهود المصرية التي تتم في استقبال الوافدين عبر معبري قسطل وأرقين وأيضا ميناء بوسمبل النهر بداية نؤكد على أنه تم مضاعفة عدد الأطقم الطبية في المعابر الثلاث نتحدث عن أرقين وقسطل وميناء بوسمبل النهر بالإضافة إلى مضاعفة أطقم الطب الوقائي في المناطق الحدودية في محافظة أسوان والمناطق الحدودية التي أيضا يكثر بها تواجد السودانيين لكن نتحدث تحديدا عن عدد من الأرقام التي أعلنتها المحافظة في تقديم بعض الخدمات الصحية نتحدث عن أنه تم صرف 1050 حالة تم صرف لهم العلاج وهي حالات أمراض مزمنة نتحدث عن 157 حالة في العناية المركزة تم استقبالهم في العناية المركزة وأيضا 120 حالة تم إجراء لهم عمليات جراحية ما بين عمليات متوسطة وكبيرة وأيضا 100 حالة للغسيل الكولوي أيضا تم الإعلان أنه جاري التجهيز لعيادات المشورة للحوامل والأمهات في موقف كاركر الدولي وفي محطة سكك حديد أسوان وأيضا تم الإعلان على أنه يوميا يقدم 4000 مقعد عفوا في 6 قطارات موجودة يوميا لنقل السودانيين من محافظة أسوان إلى القاهرة أو إلى محافظة أخرى أي محافظة أخرى أيضا تم الإعلان عن أن ما يدخل معبر قسطل يوميا ما يقرب من 3000 مواطن سوداني بالإضافة بالطبع إلى الرقم الذي تم الإعلان عنه أمس أن 95 ألف عبروا فقط من معبر قسطل من السودانيين والجنسيات المختلفة فبالتالي هذه هي الخدمات الجديدة والأرقام الجديدة التي تؤكد مواصلة الجهود في محافظة أسوان لتقديم كل الخدمات للمواطنين السودانيين ونحن رأينا ذلك بأعيننا في زيارة المفاوض السامي أمس في معبر قسطل وهذه هي النقطة الثانية التي ستحدث عنها لأن اليوم كان هناك أيضا استكمالا لزيارات المفاوض السامي لشؤون اللاجئين بالقاهرة لمناقشة أوضاع السودانيين الذين يصلون إلى مصر كان هناك لقاء بالسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وتم نقل أيضا ما رأاه من جهود مصرية تتم في معبر قسطل بالأمس وتم التأكيد أيضا من خلال السيد أحمد أبو الغيط على ضرورة مواصلة المفاوضية لدعم الدول التي تستقبل الوافدين خاصة أننا نتحدث أن مصر هي من أكثر الدول التي تستقبل الوافدين السودانيين وتم تأكيد أيضا من السيد أحمد أبو الغيط بأن وقف إطلاق النار فرصة لأن يكون هناك تخفيف المعاناة عن المدنيين ودخول مزيد من المساعدات الإغاثية آخر نقطة أختم بها هي الشاحنات الثقيلة المحملة بعدد كبير من المواد الجذائية سواء هنا في معبر قسطل التي تتجه إلى أيضا معبر قسطل من الناحية السودانية وتقديم كل الخدمات للوافدين السودانيين نعم زميلي محمود جميل أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل